سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبرت كبيرا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي وأبناءه المعظومين بالحق حجد الله حيّ على الصلاة حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح حيّ على الفلاح حيّ على خير العمل حيّ على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان لعين الرجيم توكلت على الله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا ملاذ اللائذين ويا معاذ العائذين ويا منجي الهالكين ويا عاصم البائسين ويا راحم المساكين ويا مجيب المفطرين ويا كنز المفتقرين ويا جابر المنكسرين ويا مأوى المنقطعين ويا ناصر المستضعفين ويا مجير الخائفين ويا مغيث المكروبين ويا حصن اللاجئين إن لم أعوذ بعزتك فبمن أعوذ وإن لم ألوذ بقدرتك فبمن ألوذ وقد ألجأتني الذنوب إلى التشبث بأذيال عفوك وأحوجتني الخطايا إلى استفتاح أبواب صفحك ودعتني الإساءة إلى الإناخة بفناء عزك وحملتني المخافة من نقمتك على التمسك بعروتك وعطفك بعروة عطفك وما حق من اعتصم بحبلك أن يخذل ولا يليق بمن استجار بعزك أن يسلم أو يهمل إلهي فلا تخلنا من حمايتك ولا تعرنا من رعايتك وذدنا عن موارد الهلكة فإنا بعينك وفي كنفك ولك أسألك بأهل خاصتك من ملائكتك والصالحين من بريتك أن تجعل علينا واقية تنجينا تنجينا من الهلكات وتنجينا من الآفات وتكنننا من الدواهي وتكنننا من دواهي المصيبات وأن تنزل علينا من سكينتك وأن تخشي وجوهنا بأنوار محبتك وأن تؤوينا إلى شديد ركنك وأن تحوينا في أكناف عصمتك برعفتك ورحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد الأولين والآخرين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهرى والحسن المشتبى والحسين الشهيد بكربلا وعلى أئمة المسلمين صلاة دائمة نامية زاكية بسم الله الرحمن الرحيم ومن رسائل السماء التي استوحيتها في خضم هذا البلاء والوباء ما يلي الرسالة السابعة إنها رسالة لما يسمونه بالدول العظمى وما نسميه بدول الاستكبار والاستعمار والاحتلال فقد غلبكم وانتصر عليكم مخلوق مجهري لا يرى بالعين المجردة فكفاكم طغيانا وظلما واحتلالا واستكبارا في الأرض ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله الرسالة الثامنة قال تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا فهي رسالة إلى المترفين والذين يريدون علوا في الأرض بما كان لديهم من مال ونفوذ فإن الله سيخسف بهم كما خسف بقارون من قبلهم ويذيقهم وبال الوباء لا محالة لا محالة إذا ما اقترفوا ولم ينفقوا إذا ما أقتروا ولم ينفقوا ويحسنوا والله يحب التوابين ويحب المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم توكلت على الله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق العرش ومن علاه وبحق الوحي ومن أوحاه وبحق النبي ومن نبأه وبحق البيت ومن بناه يا سامع كل صوت يا جامع كل فوت يا بارئ النفوس بعد الموت صل على محمد وأهل بيته وآتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها فرجا من عندك عاجلا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبدك ورسولك صلى الله عليه وآله وعلى ذريته الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم يمكن القول بأن هناك ثلاثة طرق لدفع البلاء أو الوباء أولا الطريقة المادية مثل الوقاية والعلاج واللقاح وما إلى غير ذلك وفيما نحن فيه فهو يحتاج إلى وقت ليس بالقصير فاصبروا إن الله يحب الصابرين وإن إيجاد العلاج بنحو تحدي السماء سيكون معرقلا لإيجاده أكيدا الطريقة الثانية لدفع البلاء أو الوباء المعجز السماوية وبرأيي فإنها متوقفة على أحد أمرين الأول وجود المعصوم سلام الله عليه بالوجود العلني وهو غير موجود الآن غائب سلام الله عليه الثاني الاستحقاق فلا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وكلاهما من فيه وجود المعصوم من فيه والاستحقاق لا نستحق الرحمة ثالثا الطريقة المعنوية كالدعاء كما قال تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لو لا دعاؤكم أو غيرها من الأمور المعنوية والعبادية كالتسبيح والاستغفار والصلاة والسجود وغيرها من الطاعات وحسب الظاهر فإن الأمر حاليا فإن الأمر حاليا منحصر بالطريقة الثالثة فقط وهي الدعاء ونسأل الله أن يتقبل أعمالنا وأعمالكم التي تتطلب الخشوع والتزلل والتضرع والتواضع قدر الإمكان والله ولي التوفيق بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفعا أحد حي على وخير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حانه الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله الرحيم اللهم أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أفلح من صلى على محمد وآل محمد اللهم صلى على محمد وآل محمد ثالثا على حب وروح حسين الشهين بأعلى أصوات اللهم صلى على محمد وآل محمد